أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه يقول أقضوا كما كنتم تقضون يعني كما كنتم تقضون في عهد أبي بكر وعمر فإني أكره الاختلاف حتى يكون الناس جماعة من أصول أهل السنة والجماعة الاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى الاعتصام بحبل الله عز وجل كما قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وحبل الله هو الإسلام وهو القرآن كلها تطلق عليها حبل الله وهو العروة الوثقى من تمسك بها نجا وكان على النور وكان على الحق واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا لأن من خرج عن حبل الله وعن صراط الله وتفرق والعياذ بالله زل وخرج عن الصراط المستقيم وذهب إلى التنازع فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن علي رضي الله عنه قال أقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف حتى يكون الناس جماعة يعني الإمام علي رضي الله عنه أمير المؤمنين يقول إني أكره الاختلاف أكره أن تتنازع الأمة وأكره الاختلاف وعثمان رضي الله عنه لما حج يعني أضرب لكم مثل أن الصحابة كانوا أبعد الناس عن الاختلاف ويرون أن الاختلاف شر والنزاع شر عثمان رضي الله عنه لما حج حجته وهو أمير المؤمنين أتم في ميناء صلى أتم ولم يقصر رضي الله عنه وكان خلفه الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم قصر في حجه فأتم الصحابة خلفه الصلاة فقيل لابن مسعود لماذا لم تكلم عثمان لأن الرسول قد قصر في المشاعر في ميناء وفي عرفات وفي مزدلفة عثمان تعول لأنه قد تزوج وسكن في ميناء فرعى عنه كان مقيما فيها فلذلك أتم صلاته قال ابن مسعود إن الخلاف شر إن الخلاف شر فأنا لا أريد أن أخالف عثمان رضي الله عنه لأن الخلاف شر فكان الصحابة أبعد الناس عن الخلاف يقول الإمام علي رضي الله عنه أبو الحسن والحسين أمير المؤمنين رضي الله عنه وأول من أسلم من الشباب أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يقول أقضوا كما كنتم تقضون يعني كما كنتم تقضون في عهد أبي بكر وعمر فإني أكره الاختلاف حتى يكون الناس جماعة قال ابن حجر صاحب فتح البار معلقا على كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال فإني أكره الاختلاف أي الذي يؤدي إلى النزاع قال ابن التين يعني مخالفة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وقال غيره المراد بالمخالفة هنا التي تؤدي إلى النزاع والفتنة ويؤيده قوله حتى يكون الناس جماعة